اشتركوا في القناة 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 الاخلاص هو اعظم منزلة ينبغن يحرص عليها الانسان في سيره الى الله عز وجل والله عز وجل لا يمكن ان يتقبل من المسلم عملا سواء كان وضوءا او غسلا او صلاة او زكاة او صياما او حجا او اي عمل صالح الا بان يكون خالصا لوجه الله عز وجل ما هي النية النية اريد رضا الله عز وجل النية اني لا ابتغي بهذا العمل الا وجه الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة يعني لا يريدون من الناس ومن المخلوقين الثناء والجزاء والشكر انما هو يريد وجه الله عز وجل فالاخلاص هو ان الانسان اذا تعبد لله عز وجل بعبادة فانما يريد وجه الله لا يريد ثناء ولا يريد شكورا ولا يريد جزاء هذا باختصار معنى الاخلاص نعم جميل والتأكيد على معنى قضية الاخلاص لا نريد منكم جزاء ولا شكورة ان التعامل مع الله نعم هو اعطى هذا الفقير وعطى هذا المسكين وعطى فعلى هذا الضعيف لكن هو القصد انه يتعامل مع الله و يريد الثواب من الله و لا يريد من الخلق و هذه لشك تعزز في الإنسان حب العمل لأنه لو انتظر الرد من الناس لا يعمل أحد لكان كل واحد يقف يقول أنا أعمل و لا أجد من يشكر لهذا الفعل هناك نقطة أبو عبدالدكتور مهمة جدا في هذا الموضوع بعض الناس خصوصا في رمضان و وقت صدقات فيتصدق الفقير و يقول لا ادعو لي الزكرة فهذا نبه له بعض العلماء و أن هذا خطأ لأن لا نريد منكم جزائم و لا شك أنت لا تريد تصدق لك و يدعو لك فما أدري هذا يتوافق لك يذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره مثل هذا الإنسان يعطي واحد يقول له ادعو لي لا أنت أطلب من الله سبحانه وتعالى و كما قيل بضدها تتميز الأشياء كما عرفنا أهمية الإخلاص لا بد أن نعرف أيضا خطورة الرياء لأنه ينقص من هذه الدرجات و ربما يذهب بأجر هذا العمل الذي يؤديه الإنسان رجاء ثناء الناس فما هو تعليقك بخصوص الرياء نعم الرياء مرض قلبي خطير جدا لأن الإنسان قد يتعب في صلاة أو في حج أو في عمره أو في صدقه أو ثم يجعل الله عز وجل هذا العمل هباء من ثورة و لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة مجاهد و منفق و معلم قرآن يأتي المجاهد ماذا فعلت يذكر بأن يعم الله يقول قاتلت في سبيلك و يقول الله و هو أعلم به كذبت و يقول الملائك كذبت و هو أعلم به سبحانه وتعالى إنما قاتلت ليقال مقاتل و جريء شجاع و قد قيل يعني ما أردته حصل خذوه إلى النار الثاني منفق قد يكفل الأيتام و يبني المساجد لكن لم تكن نيته لله ماذا فعلت قال أنفقت في سبيلك يا رب قال له كذبت إنما أنفقت ليقال جواد و كريم و قد قيل خذوه إلى النار الثالث معلم قرآن شيء عظيم يعلم و يقرأ القرآن ماذا فعلت علمت القرآن و قرأت القرآن فيه يقال كذبت إنما علمت ليقال عالم و قرأت ليقال قارئ خذوه إلى النار يقول معامل رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث جثت على ركبته و هو يبكي من شدة وقع هذا الحديث أن أول من تسعر به النار ثلاثة هم عملوا في الظاهر أعمال صالحة يعني هو جهاد قتال و إنفاق و تعليم قرآن ثم يدخل النار بسبب هذا المرض الخطير و هو مرض الرياء أنه يعمل لغير الله نعم لعلنا نقف عند هذه النقطة و نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل أهلا وسهلا بكم الجديد و عودة إلى حديثنا مع الدكتور عادل طيرات في برامجكم شذرات كنا قد توقفنا قبل الفاصل في بيان خطورة الرياء و أن الإنسان الذي يرأي بعمله لا يحصل شيء من الأجر فإنه يوم القيامة يقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فأخذوا منهم و الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء أنا الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو الشركة لكن قد يتساءل البعض يقول كيف أحقق الأخلاص كيف أستطيع أن أمحض هذه النية و تكون خالصة لوجه الله من كثير من الناس و ربما وردت عليك بعض الأسئلة يسألون إما أن يكون أحد الأخوة السائلين أو السائلات تقول كيف أحقق هذا الخلاص كيف يذهب عني وسواس الرياء أولا تعظيم الله عز وجل عظم ربك عز وجل و عظم أسماءه سبحانه وتعالى و صفاته الله جل له أسماء و صفات هو السميع سبحانه وتعالى العليم هو الرقيب هو الشهيد هو الكريم سبحانه وتعالى هو الغفور هو الرحيم إذا عظمت الله عز وجل و علمت بأن الأجر إنما يكون منه سبحانه وتعالى فتعظيمك لله عز وجل و يقينك بأن الأجر منه سبحانه وتعالى هذا يدفعك دفعا لأن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى ثانيا أن تعلم بأن الناس لن ينفعوك لا في الدنيا ولا في الآخرة بالنسبة للأجر والثواب ولذلك كما ذكرت يقال لهم يوم القيامة خذوا الأجر إن أردتم الأجر ممن كنتم تراؤوا خذوا ولن يأخذوا شيئا كما قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء أنا الشرك ونعمل عملا تركته وشركه فإذا كان عندك يقين في نفسك بأن الإنسان لن ينفعك يوم قيامة ولن ينفعك إلا إخلاصك لله سبحانه وتعالى فهذا يدفع الإنسان دفعا إلى أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى من الأمور التي تدفع الإنسان للإخلاص أن يتذكر عقوبة المرائي ذكرنا أن الإنسان قد يكون مجاهدا وقد يكون معلما للقرآن وقد يكون منفقا ويدخل النار بسبب أنه لم يعمل هذا العمل لله عز وجل فإذا كان عندك يقين بأن العمل لغير الله عز وجل يدخل الإنسان للنار يخاف صحيح و هنا بالمناسبة قضية مهمة جدا الخوف من الرياء الخوف من الرياء أمر مطلوب لكن ترك العمل من أجل الرياء هذا لا يجوز فلما نخوف الناس من الرياء وحد يقول أنا الآن أخاف من الرياء إذن لن أصلي لن أقرأ القرآن لن أطلب العلم أخاف من الرياء نقول لا يجوز لذلك الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخف ما أخاف عليكم الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي لما يرى من نظر رجل أو نظر الشخص خافوا قالك ماذا نفعل فعلمهم دعاء ينبغي أن نحفظ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء فكلما جاء داع الرياء كلما جاء وسوشة الشيطان بالرياء سواء في صلاة أو في صيام أو في صدقاء أو نحو ذلك أقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ويقدم العمل ولذلك يقول بعض علماء علاج الرياء في أمرين في هذا الدعاء و في الإقدام فأنت الآن تريد تتصدق فجاء داعي الرياء اللهم أن يعوذ بك أن أشرك بك و أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أتصدق و أنت تريد أن تحفظ القرآن جاء داعي الرياء لا أترك القراءة اللهم أن يعوذ بك أن أشرك بك و أنا أعلم وأستغفرك لما أعلم وأقدم فهذا العلاجهم مهما الدعاء ثم الأقدام أيضا يمكن بعض يقول أن يستوي عند الإنسان المدح و القدح يعني لا يهتم لثناء الناس أو ذنبهم فهو يحرص على أن هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى فيقدم عليه كذلك يعني هناك عاصف عن مقاطعة دكتور أن يعلم الإنسان أن الإخلاص ينفع الإنسان في الشدائد فتدعو الله عز وجل بعملك الذي أخلصت فيه لله سبحانه وتعالى فينجيك من الشدائد ولا يخفى عليك صحيح قصة الثلاثة الذين هوا إلى الغار يعني أغلقت عليهم الصخرة فكل واحد دعا الله عز وجل بخالص عمله صحيح يعني في النهاية فرج الله عنه فالذي يخلص الدين لله عز وجل سيجد الله معه وقت الشداد وإذا جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كيف شده وليس هناك تعرف على الله مثل أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وفي ختام هذه الحلقة عرفنا يعني أهمية الأخلاص في سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة ونتوجه بالشكر الجزيل للدكتور عاد المطارات على هذه الإضاءات والإلماحات لموضوع الأخلاص نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبل والرشاد ونستودعكم الله على ما اللقاء بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة